هجمات حوثية جديدة تستهدف منشآت اقتصادية ومدنية في السعودية التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعلن اعتراض وتدمير اربع طائرات مسيرة اطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة الهجمات العدائية استهدفت عدة مناطق من بينها محطة لتحلية المياه بالشقيق ومشآت ارمق في جزان ومحطة كهرباء ظهران الجنوب والتي اصفرت عن اضرار مادية بمركبات مدنية ومنازل سكانية وفي وقت لاحق اعلن التحالف تدمير طائرة مسيرة اطلقت باتجاه خمس مشيط في محاولة لاستهداف محطة غاز وافاد بانه يتابع انطلاق هجمات عدائية عابر للحدود من مطار صنعاء الدولي التحالف وصف هجمات ميليشي الحوثي بانها رفض لجهود ومبادرات السلام وبمثابة رد على الدعوة الخليجية يأتي التصعيد الحوثي بعد ما اعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف ان المجلس سيستضيف مفاوضات يمانية يمانية في الرياض هذا الشهر مبينا ان المشاورات ستناقش ستة محاور من بينها عسكرية وسياسية تهدف لفتح الموارات الانسانية وتحقيق الاستقرار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة